الغيرة بين الثنائي موضوعنا لليوم بفقرة كوبلز مع المعالج النفس خليل حبشي أكيد عم تلقى اتصالاتكم من الأول على صفر أربعة ست أربعات لأنه بعرف أنه الموضوع هو موضوع شائك جدا بين الثنائي وممكن يكون سبب لكثير من المشاكل وممكن تود إلى الانفصال أهلا وسهلا فيك شو هي الغيرة أساسا يعني لا في ناس مثلا عندهم غيرة أكتر من غيرهم لا في ناس عندهم هل هي مظبوط نوع من عدم الأمان أو عدم السقب الزيت صحيح من حيث التعريف بدنا نميز أول شيء بين الغيرة يعني الجالسي والأنفينس الحسد الغيرة بس كون أنا خيفين حدا يرشطني شي عندي إيه يعني إذا أنا مثلا علاقة مع حدا بغار أنه فلين يجي يخده مني الحسد هو شيء أنا ما عندي أنا بحسد التين علي هو عنده شيء أنا بدي إيه هذا من حيث التعريف هنا فيه شغلي عند الإنسان بسموه لوس أفرجون يعني الدماغ الإنسان عطول بخاف يخسر يعني بناخد مثل تنفهم الفكرة إذا دقاتي وعايتي واحد مليونير قلت له قوم في عشرين ألف دولار فينا نربحها يمكن عايت عليك أنه لا وعايته من النوم بس إذا بتوعيتها تقول له لك معك عشرين ألف ممكن تخسرها إذا ما عملنا شيء اليوم بيقوم ويمشي معك وبيجربي يدافع عن العشرين ألف تبعه هذه بتساهم بالغير المفرطة ومثل ما ذكرت أيام بتصير مرضية لدرجة أنه هي بتكسر العلاقة ومثل ما عملت بالإنتروداكشن أنه هي كمان ممكن تسبب الخيانات أو تعدد البارتنس بس ممكن تصير يعني نوع من عدائية تجاه الآخر أكيدة هلأ بالأمثلة اللي نسكرها وخصوصي إذا هي مرتبطة بعنصر الجسد يعني هو الإنسان ثلاث عناصر في الجسد مع الغرائز تبعه وفي الفكر وفي الروح هلأ كل واحدة من أول اثنان يعني ممكن يعملوا الغير أول واحدة عصائد الجسد بس نخبر شوي أنه نحن كلنا من خاف من الموت هلأ تنطفي هالخوف من الموت ويريبروديوس يعني من جارب نولد تنترك هالديناء يعيش هالحيات هلأ الرجل في فرق بالجسد بينه وبين المرأة هو عنده سبارم قد ما بده يعني فيه نام مع خمسة اليوم يحبله ومنه مرتبط بشي المرأة إذا حبلت اليوم عندها تسعة الشهور برجى عندها ثلاثة أربع سنين بده تكون مثل الولد مش مثل 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 الغزيل ضغري ابنه ربع ساعة بيقوم بيمشي هلأ هالدفرنس شو بيعمل إنه الرجل بصير بده يحط دي اناي كتير تيأمن سورفايفل تبعه خدي متى الكورونا يعني إذا اليميون سيستم تبع ولاده إذا جيبه من فرد مرأة يمكن ما يقدر يدافع عن مرأة الكورونا فبيموتوا كل أولاده تميكهم سلف مور سيكيور بيولد من وحده برجى بيولد من الثاني والثالثة والرابعة يعدد هالأدراع عم نحكمون الغريزة الأساسية كيف كانت نحن دايما منرجع للبدايات يعني كيف تكونوا الرجل والمرأة ولا بيفكروا هيك أو لا بيتصرفوا بهذه الطريقة الغريزية بعض الأحيان غريزة أوقات بتقوى على العقل؟ إذا طفي العقل هلأ بعدين منقول يعني إذا هي هالصراع أو هالترينيج إذا بدك هالإنسان أديه بيحط وقته إنفستمنت على جسده وغرائزه بيقوه كتير وإذا بيغزي الفكر أكتر بيقوى الفكر وبيقدر يتومانج ويسايتر مثلا خذي الأكل الأكل نحن فيني أنا أكل وأجوي حالي وتل الدنيا وكذا بيجي العقل بيقول غيره يجيب شوكي وسكيني ومغسي لإيديك وكل هالأدي وكل المانجمنت الرجيم يعني والروح هي الأهم إذا الإنسان بيفهم أنه روحاني وبهي إنفست بالروح تبعه بيسيطر على الفكر وبسيطر على الجسد أكتر وأكتر هل تكوين الغريزية عند الرجل والمرأة قد ممكن تكون هي سبب للغيرة أو شو إله علاقة يعني بالغيرة ولليوم حكينا عن الحسد يعني هل هو موجود أوقات نحن منحطه تحت خانية الغيرة أكيد هو موجود بس أنا بهمني العالم تفرق بين الغيرة والحسد لأنه الحسد بديك تأبروتش بانه دفرنت وي يعني إذا أنا مثلا حاسي شخص لأنه زكي أكتر مني فيني أتمرن وأتعلم اكتسب هال هالمهارة اللي هو عنده إياها الغيري المشاكل غيري أنا عندي شي خايف هو ينفسني علي فبدي أضبط أنه علاقتي أنا والشخص إذا عم نحكي ضمن القبل هادي اللي بتطمنني أنه ما بيقدر يقشطني هالبارتنر تبعي يعني فينا نحن نقول إذا بدنا نحكي مثل ما بينحكي بدرجة في فيني يكون بغار عليك أو فيني يكون بغار منك فينا نستعملها كم بغار منك يعني ما بتعود هون غيري طبيعية بين الكابل وأي ما تكون غيري طبيعي خالي علا علا إليك ستنا إذا بديك أجل هذا السؤال لآخر شي بس يفهم العالم شو قصدنا بالغيري وكيف بتصير على الصعيد الجسدي مثل ما كنا عم نحكي لأنه كمان قبل هالخمسين سنة سبعين سنة المرة ما بتقدر تشتغل ما بتطلع مصاري ضعيفة جسديا يعني نحن عنا مصلز أكتر فهي ممكن تكون أبيوز نضربها نختصبها كل هول فصار مطبوع براسة أنه بده حدا يدافع عنا ويأمن له ريسورسز وكمان تتربي ولاده بها ثلاثة أربع سنين على الراجل شو بده بده خصوبة يقدر يولد مثل ما اتفقنا عن الصعيد الجسدي ويجيب عنده ولاده كتير وما يموت يعني هالغيري بتشوفي هالفرق بالبيولوجي بيفرق بالغيري يعني الرجل بيغار انه هالدين اي اللي حطوا بالمرأة ما يكون لأله مش ناك بس عملوا دراسة بيسألوا للرجال انه بتفضل مرتك تنام مع غيرك ولا تنغرم بحدا غيرك أغلبية الرجال بيجوابهم انه خليتنغرم قد ما بده بس ما تنام مع حدا ليه لأنه هو عم بيروح يتصيد ويحارب وكل الاخبار ما بده يجي يصرف هالمصروف على ولد مش لأله أما المرأة بس يسألوها بتفضل يجاوزك ينام مع غيرك ولا ينغرم بحدا غيرك أغلبية النساء جوابه انه خليه ينام قد ما بده بس ما ينغرم بحدا ليه لأنه اذا انغرم بصير في خطر على الريسورسز انه يروحوا لتاني مرة او الدفاع انه ما بيقعد يهتم فيها ويدافع عنها وعن ولادها فهيدي عصائيد الجسدي هيدا المبدأ الأساسي أو الألمان الأساسي تبعها الغيري هلا مثلا عصائيد الجسدي كمان في عالم بيطعطوا كوكاين ما بينطبوا انه هالكوكاين هو بيقوة او بيحفز هالغرائز كتير يعني بتصير الغيري هون في مثلا فيه كيسات بتصير مش طبيعية يعني بصير يتخيى الأصص ويركب سيناريات وممكن يصير فيه الابيوز بيضربها او بيقفل عليها بالبات او بيقشطها تليفون او كذا فكمان بدون ينتبهوا انه فيه مواد مثل الدروكز وكذا بتحمس او بتزيد هالغريزة اكترى المخادرات عم نحكي تحديدا عن الكوكاين بتشيل البارت التفكير يعني بتخلي هالرقابة ذاتية تكون عم بتخفها منشان هيك بتطلع الغريزة مية بالمية ستنا هو دايما الشخص اذا بيتخيل عنا كورتكس هيدا دماغ المتطور وعنا بس يدور الليمبك سيستم ويسيطر بيطفي الكورتكس هيا حكي انا ويكي بالانكزايت ومرة احطينا صور بيطفي سبعين بالمية من الدماغ يعني بينسحب دم سبعين بالمية فالقدرات الفكرية اللي انت كتسبتها التربية اللي ربوك يا اهليك المعلومات اللي كتسبتها وكل هول بتطفي سبعين بالمية بيروح هون الصراع ادي الانسان بيقوي يعني مثل العضل قدابة اول كورتكس بيضلهم سيطر بيضل عم بيحلل بيضل كذا فتتحيشي هول السقطات الغرائزية الحيوانية اذا بديك تسميه يعني هون عم نحكي عن من الاسباب هو المخدرات او الكحول يمكن بس في اسباب بيولوجية يعني منعرف انه اوقات في ناس مثلا بيعملوا مثل انه هيك كريزة او بيصيروا عايشين بوهم او غيره بيرجعوا تاني يوم او بعد يومين اولي هو بيقولوا سوري ما بعرف شو صار انه ليه فكرت بهيدا الطريقة شو بيكون التريجر او شو بيكون السبب يلي بيخلي هالبارت يلي هي بارت العقل والفهم والوعي تزيح غير المخدرات هيدا تاني بارت ما كنا عم نقول نحن انه في ثلاثة ألمنت بالانسان الألمنت المنتل هون بدنا نروح على التروماز وبدنا نكتر حكي شوية عن تروماز العالم تفهم انه قدات تروماز لو كانت باول اربع خمسة سبع سنين كفية تأثر على تفاعلاتنا اليوم هلأ التروماز اذا بدنا نعمل هكي مثل انه جاردي ممكن تكون ساكشول ابيوز ممكن تكون ايموشن ممكن تكون بولينج يعني حدا عم يتساءل عليه بالمدرسة او رايبين او كذا ممكن تكون كمان مع كبر مثل مثلا مثل تبري هيدا البروغرام طبع اللي بيعملوا ضروبي بالعالم مثل مرة عملوا ضربي هيفا وهبي ايه فمتل مثلا بري نوال بري بس حواطوها على الجسر الرنج وبتشوفي كيف هالتروماز تركي تشغل نوال بنا نوجه له تحية ونقول له اشتقنالي ها استاذي فهالتروماز بتغير مسار الانسان هون على الصعيد المهني واكيد على الصعيد العاطفي او العلائقي كمان بتأثر فهي ما بدنا حدا يبيق قصة انه التروميات اللي صايرين معه اكيد في حلول منا الكروموثيرابي اللي هي كتير سريعة ممكن الام دي ار وممكن دي سنستيزايشن هيا بده ثيرابي تواحد يحددها ويفكها بتروح؟ اي اكيد حتى لو كانت عن زغر يعني شو الفرق بين عن زغر وعن كبر ايها اسهل او ما مثل بعضهم؟ حسب الانتنسيتي تبع الترومي يعني فيها تكون عن كبر بس كتير انتنس بس بالمنطق اعتبر هن اثنينتو نفس الانتنسيتي العزغر ابشع لانه هي تخيل بناية عشرين طابق والطابق التاني لاوي تلوق كل البناية غير ما يكون مثلا طابق العاشر او اتناعش بتكون بعضها على السطح ايه هاي ديكي بتكون ريليتد لالكور بيديفس يعني المبادئ الاساسية اللي بيعملوا كل هالانسان وتفعولاته وتصرفاته فسان تناخد مثلا نربطها بالغيري او كيف بتضر العليقات تخيل شخص عنده ساكشول ابيوز او هي وز بوليد هو صغير لحتولد له انسيكوريتي كتير كبيرة وانكزايت كتير عالي يعني خوف بضل لقته هيدا الخوف هيدا الليمبيك سيستم اللي حكينا عنه وعدم الامان والتوتر وهالخوف كله هالخوف الشديد بصير يتجسد بتفاعلات يعني مثلا تبري البارتنر طبعه راح تيسهر هو خيفان من التراما طبعه يمكن ما دخلت البارتنر هالخوف بصير يتجسد ان خيباركي هلا حدا قدير حركش بالبارتنر طبعي واخده مني وانا لح اخسر كذا وكذا 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 شو بصير تكنيكلي شو بصير بصير هالشخص يصير اكتر دومننت وبيدق اكتر ووينك وشو عملت وفتح فيديو كول وكذا التاني شو عم بصير فيه عم بحس حاله كتير هايك معتدة علي فبصير يحس مخنوق وكذا وبيصير يباعد زيادة وممكن كتير يصير فيه بتريال وبتصير هالتراما تاني ومنصير نكرج كيف واحد راكد بنزول بيقولولي كل شوية يعني لحيفوض بالحاية اكتر فهذا المصيبة التراما اللي ما من انتبه له اوكي فهي بتعمل اللي قلتي انه بيعمل ردات فعل يعني واحد شو صار مع هذا شو عملنا تخوط هالخوطة هالخوطة اللي خوطة هي مرتبطة باكوموليشن كتير عديم وكتير اساسي للشخص يعني بس ما قالون عليه قبل بارتنر مية بالمية باغلب الايام لا هو بيكون تريجر بيسموه يعني البارتنر بيكون تريجر لهاليوم منشان هيك صعب انه الاخر يفهم الشخص اللي عنده هالمشكلة ايه فيشي بالفسيكولوجي بسموه باتن يعني بس تحسي هالباتن عم تنعاد فينا نستنتج انه خي ما دخلت الشخص دخلت انه هالاساسي شخص الاساسي هو عم بعيده بغض النظر عن التريجر منشان هيك الكوبل سيرابي بكتير منيحة بهالكيسات يعني شو الاسباب الثانية اللي ممكن تخلي شخص هالقدي يشك يعني هوني غير اوكي الغيري موجودة بس في الشك وطريقة الشك ودائما انه اذا فيت الشخص على المطبخ فيت لا تحكي على التليفون بالسر او اذا سلم على شخص انت اكيد عندك نية هوني قدم علقين ببعضه هون صارت غيري ولا صار شي تاني موضوع تاني بعدها دوبنا انت على الغيري بس بمصدر مختلف هون اللي عم توليه اكتر شي بيجيوب عنه فكرة البروجيكشن الاسقاط بيسموها بالعربة يعني تخيلي حدا عامل السبعة ودمتها ما مخلى مره ما مظاهر معه وتبري هو انه انه ابا ضايب هالامور هي انفستد بشكله وبلسينه وكل هالاخبار هلأ شو بصير يستنتجه وبصير يستنتج انه المره هالقد هينه من وره هو تجاربه ايه ويقنعه وهيب سانيتين لحتعمل معه متل ما هدليك كانوا يعملوا معه مش ناكي بصير كتير اجراسيف وبيصير شو كنت عم تعملي وشو قلق هاي ديك وكذا بتصير مرته متفاجئ انخي شو فيه فهي البروجيكشن مرتبطة بقدي نسبة الميموارات بهذا الاطار يعني بالزعبرة والسبعة ودمتها وكذا الاخبار فبدو ينتبه الشخص المعني انه طريق الساس انه هاي البنت اللي هلأ عم بيحكي معه عندها نفس الافكار نفس البيليفز نفس الفاليوز مثل البنات الابل ولا لا وبيعرف هو من حاله ايه وكيف بلش علاقته معه وهي مهمة ينتبهه لكمان البنات ومشتروا البنات ايام العكس يعني انت دايما بتحكي طبعا من وجهة نظر الرجل دايما نقول انت انه هاي دي على المال ثاني يعني عم نحكي عن البنات طبعا وكيف تركب العلاقة مهمة يعني البنت قده هي بتكون عم تعرف تتفاعل معه باول علاقة بجراجولي نتفي نتفي لانه كمان في بنات عنده موسكونسابشن يعني اذا بفتح له اياها ساكشولي وكذا بس لحظة خلي قبل ما نوص هلا هاي دي النقطة لما قلت انه هاي دا الاسقاط غير انه هو اللي حيفكرها انه مثل باقي النساء او انه هالقاد سهلة المنار بيفتكرها مثله كمان يعني بيفتكر انه هو عنده عنده زيت الرغبات وزيت الطلبات وزيت هال يعني لا اشباع غريزة مثله هي ما بيكون عنده هالقادة هالنيدز او هالحاجات يعني هاي دي النقطة المركزية كمان اسم الله عليك انك ضويته عليها وبناخد مطل كتير بايخ يعني اذا هلا انا رحت تجيب كوكتيل وقتلك سترانيا بدك تقولي لي ايه هلا انا بشريري كوكتيل اللي انا بحبه اكتر شيء فكري انه انه انت اكيد بتحبيه هاي دي ضعف الانسان وخصوصي نحن عنا بالشارع انه هاي دي برا بسموه توسينك أوتسايد بوكس البوكس يدماغي انا وكل هولي مهاراتي واهواء وكل هالسوالف فهيا بده كتير تمرين تالانسان يطلع من حاله وصير يفهم الآخر يعني ما شوف التاني مثل مرر بالمرأة لانه هم مختلف كليا يعني قديش عم نفوت بتفاصيل صغيرة خليل اليوم من تجارب الحياة من علاقاتنا السابقة من تربية من غيره كل هولي عم بيركبوا هالشخص بها الثلاث جوانب يلي تفضلت وذكرتهم يلي هنالغريزة والعقل والروحانيات قدي عن جد فيهم تفاصيل منشان هيك قدي نحن لازم نفهم حالنا اول شي وتنقدر نفهم الآخر هلوه كتير هالفكرة وهالفكرة سيتنا بتريح بمعنى انه بس يكون عندك مشكلة بين قبل بتقدري تحليها بس تعرفي شو السبب بس اذا ما منعرف شو السبب عم نصلي انه الله ينورهم بس بس تعرفي كل هولي عم نحكي عنهم وتحددي هالكابل شو مصيبتو الاساسية بتقدري تساعدين او هن يساعدو بعضهم طي يحلوا مشكلتهم وبتصير يعني مش انه شي خيالي اللي عم نحكي عنهم البدايات كنت عم تقول عنهم ايه انه هلأ نحنا مثلا خصوصي النساء بفكروا انه اذا انا بقدر تبليزهم ساكشولي بسرعة او انه ضغري انه فرجي انه انا متحرر او او بمعادة وكذا هي بتفكر انه هاي ذي لمصلحتها وعم بتجرب انه تقنعه هلأ هو اذا متل ما اتفعنا خصوصي اذا عامل السبعة ودمتها بصير يفكر انه انه هالأدهين البنت ما اخدت معي ساعتين طبع تبري هي راحة نصلا تسهر او تتغدى هي وحدا بصير يفكر انه اوكي ها بدها ساعتين فبصير محروق وانه هلاك وطولت وبركي صار كذا فكمان الطرفين يعني الرجال والبنات بدون خصوصي البنات بدون ينتبهوا انه هالديسنسي تبعها كتير مهمة ايه لو هو اعترض باول شي هو اكيد لا حيعترض انه شو بكي وكذا وغلصينا بس هالاعتراض على المدى الطويل كتير بتريحها لانه تبري هي سافرت عفرنسا دماغه بقول له لا ما هيدي عندها دفاعاتها وبتقدر تحصن حالها وما عندها اهواء كتير قوية لدرجة انه ضغري سريعا يعني بتغلط وكلها لصاص فعالشورترم ممكن تحسه بشعة بس عاللونك ترم وكل اللي عم نحكيه ستنا هو ديما باول العليقات مهمين ينعمله هولا انه اهيان وبتعرفي متل ما يسوع بيقول بالانجيل انك بدك تعمري عالصخر هلا عالصخر اكيد العمار اصعب من الرمل بس مدى طويل كتير واذا طلعت له عاصفة ما بيصر له شي وكذا وفي عالم بتعمر على الرمل هلا العليقات هلا مش ناك بتلاحظي انه كلها ديفورس وبيضهروا عبعدهم وما بتضايل عليها اكتر من سن ونص وسنتين لانه ريكب على الرمل يعني كل هول اللي عم نحكي عنهم مش كتير متوفرين بالعليقات اللي عم نشوفها غير الخطأ العلاقة الجنسية السهلة بالأول شو فيه اخطاء تانية ممكن تصير بالبدايات وتكون عندها يعني ترددات سلبية حتى على الصعيد العاطفة يعني تخيلي انا هلا تعرفت على واحدة بعد ساعتامتي تخبضني كل اسراره وكل اخباره وشو عاملي مع كل الاكس طبعه وما في الزوم شوية شوية جراجول يمكن يعني دايما ان الشخص يتخيل بناية من 20 طابق وعم يطلع على طابق طابق نحنا منطلع من الجي اف ضغري على الخبسطعش وهيدي الكود الفودر انه خلص هيدا هو هو بس تعمل هيك وحتى الطرفين يعني تبري واحد ايجا وفتح كل وراءه بأول نهار بتفكر انه هالقد هايين هالقد سهل هذا الشخص بكرة حيالة واحدة قاعدت معه ثلاثة اربع ساعات صارت تعري في الشير دي والوير دي يعني مش بس جسديا بس كمان عقليا وفكريا وعاطفيا لتالي عن الكذب بأول العلاقة كمان خطير ايه مثلا بالبسية اللي عم نحكي عنه مثلا تبري انا صاحبت واحدة بقال لا تعيي مسلا قضي نار او نام عندي بتروح بتكذب عمه هي بتخبرها خبريا انه رايح مدوش تعمل هي ورفقتها اعمال خير وهيك هلا انا بوقتها بنبسط انه هلك عجت سهرت عندي ونامت عندي وما بعرف شو بس هل كذب هو ذاته بعدين انا مثلا تبري دقيت له وينيك وقالت لي انا رايح عمل تطوع فبصير انا دماغي اللي اخير شو ايه تطوع ما هذيك المرة كانت تطوع عملنا ما بعرف شو عملنا لكان هلا موست بروبلي هيك مش نايك كمان هون الانسان ما يسترخص بمبادئه او بهول التصرفات وكرمال البرتنر طبعه فكره انه هو عم بيحبه او عم بيفرجيه محبته او كلها الاخبار لانه اللي حضره على المدى البعيد هدى الانسان عنده مبادئ هدى البرتنر طبعه بيصير يوسع فيه اكتر وبتكون هالعلاقة مثل ما اتفقنا هيك هلا بنحكي بعد عن نقطة بتوضح اكتر بتكون سابتي ومتيني ولونج ترم ريليشنشيب كيف نقدر نفسر كل هالامور يعني طبعا اذا بلشت العلاقة بهالاخطاء عم بتقول خليق انه صعب تدوم او ممكن تتصلح اكيد تتصلح بس هو دايما التقليعه احلى من بعدين يعني اول ما عم تركب الشغلة فيك التركبية لو صار فيه نطفة صريخ انه هو اعترض انه ليش عم تعملي هالك وكذا بس احلى من بعدين لانه تطبع هلا بعطيكي مثلا مثلا هاتا ناخد شغلة مس انتربت كمان موصلة من النساء وخصوصي اذا مثلا علاقتها للسابئة كانت حسيت حاله انه هي ريجيكتد وبنى محبوبة وما عندها التنشن من البرتنر طبعه اذا تعرفت على واحد عنده هالمشاكل عم نحكي عنها وصار دومينت بيانت باول العلاقة ما هي ما بتقيمها انه دومينت بتفكرها انه ليك اداه بيحبنه هو شو مثلا بتالفن لو عيتي شو البست يفرجيني وان رايحة اسعجي فتاح فيديو كول كذا هلا اول 6 شورية كتير بتنبسط انه ليك شو بيحبنه اسم الله كل النهار مفرغلي عكس هيداك اه مية بالمية هلا شو بيصير بعد سنة وسنتين متل ما عم نحكيه بيصير هو مش دو مش كير ولا دومينت بيصير طاغي بيصير بده يدقي مية بالمية اكيد هي ما فيها تتحمل هالسركمستنسز وممكن كتير تحس حالها مخنوة وممكن هوني تصاحب عليها او تتركه او كل هالخبار فكمان هاي دي مس انتوربت باول عليها انه مش مزبوط هيدا ممكن تكون ممكن تكون من ورا هولي الغيري المستشري اللي عنده اياها هلا كمان بالمنتل نقطة اللي كنت عم تذكرية قبل في شغلي كتير بيوقعوا فيها البارتنرز انه بيفكروا انه العلاقة رابط مربوطة على شي كتير سوبرفشل يعني مثلا تخيلي انا تبري باعتبر انه صاحبتي بتحبني لانه انا طويل يمكن شي متر وتسعين اذا انا بس نفكر هايك اذا هلا هي ظهرت وشفت واحد متر وخمسة وتسعين بصير يقول لي دماغي اوكي خي اكيد لح تنقل علي ما هو عنده اللي احلى منك في عالم بيربطوها بالمصريات يعني تبري معه 200 الف اذا واحد معه 500 الف لح تدهر معه والعكس اذا مثلا مرة مثلا حلوة لهيدي الشغل اللي هي فيها اذا شايف حدا تاني هايك بتفك المرة اللي حينقل عليها هايدي المفهوم جدا خاطئ وفيه lack of self awareness متل ما ذكرت اول شي الانسان هو بده يتعرف على حاله بده يعرف شو skills تبعه طيه يفهم هالتاني ليش معقول يتعلق فيه او ليش معقول ينغرم فيه والعكس بده كمان هو يحدد البرتنر طبعه شو skills تبعه وبده يشير فيه كتير حكي وكتير يعني تعبير عن هيدا الموضوع ساعتها اذا هالبنت اللي نفكر انه جوزة او صاحبها مغروم فيها لانه مثلا حلوي جسديا بها المنطقة بتصير تعرف انه اوكي هي كحلوي جسديا هون بس كمان هي زكية هي كاين هي مثلا ايموشن لي انتاليجنت مثلا هي كومنيكيتر هي زكية ومعلمة ولطيفة وبتعمل اعمال انسانية مثلا وغيره 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 يعني بدنا نرجع نتذكر كل هالاسوس يلي او هالمعايير يلي من خلاله تعرف حبنا هالشخص التاني استاذي وبدل ما تكون العلاقة مرتبطة برابط واحد بتصير مرتبطة بكذا رابط وشديدة فهيدي كتير مهمة تتفك الخوف لانه اذا البارتنر طبعي كلا تظهر صعب يلاقي هالكمبينيشن كله اللي انت موجودة فيك بس خليل يعني هالمواضيع ممكن تأثر جنسيا بس مش عاطفيا يعني اليوم انا كمان اليوم رح احكي من وجهة نظر امرأة اليوم انا بعرف في سيدات مثلا ما بحياتهم ما بتشوفهم الا ما مزابطين شعرون او حطين لون معين على ضفيرهم او بيعولوا ميكب بطريقة معينة لانه البارتنر طبعهم بيحب هالشي بيخافوا يغيروا انه بيخافوا كأنه اذا غيروا معناتها رح تروح الرغبة الجنسية يمكن وبفتكر عند رجال نفس الشي يعني في رجال يمكن بيضلوا نقصين شعرون قصير او بيطولوا شعرون بيقولوا لانه البارتنر طبعي بيلاقيني جزاب اكتر بهذه الطريقة هالامور الجسدية الشكلية يعني بالمظهر الخارجي ممكن تأثر على العلاقة الجنسية انا هيدا بفتكر الخوف اذا بننزيح العواطف على جنب او هالارتباط يعني اللي عم نحكي نحن طبعا على امور اكبر اللي هي الارتباط على المدى الطويل بس هالقصص الصغيرة بتأثر على العلاقة الجنسية وممكن تخلق هون هالخلال يعني اذا نحن طبعا مبنية على هالخمس قصص وشلنا واحدة منهم ما بتتخلخل شوية العلاقة كمان اذا هدليك الاربع ركبين اكيد ما بتتخلخل هيدا اللي قلتيا ليكي وين خطرستنا لانه كتير يعني شورت ترم القصص الغرائزية الجسدية اوكي هلا انا ممكن اتحمس واعمل ساكشوري ليش شو مع بنت بس على التكرار يعني مثلا تبري المثل اللي اخدتي انت ضلو عامل الفرني احمر اوكي بس مين وايل نحن ما انتبهنا عكل هودليكي وصار في هالنجاتيف اكوموليشان انا دوميننت هي ما بعرف شو اخشيل نيجاتيفتي هون بهالناحية ها ما بتعد تقيم بالموضوع يعني ان شاء الله بس ما فينا نترك الموضوع يصير يعني هون ما فينا نعمل ترايل اند ارور يعني ما فينا نعمل قصة انه اه جارة بس هو بحبني مظبوط او جارة بس هي بتحبني لقلي يعني او طلعت بغيري بس هي من جزء يعني يعني هون دقيقة شوي القصة ايه دقيقة بس لايك ستنا مثلا تعطيكي مثل في واحد مرة عم بقال لي خيلك انا ما بقى استحليها لمرتي باستحليها اللي بتشتغل عنا ومرتي بتسوى عشرين واحدة انه عم يحكي على شكل الترتيب والجمال وكل الاخبار لحييخوت انه ما هي احلى ما هي مرتبة اكتر ليه بدأ استحليها ديك لانه اهام من الفيزيكال اوكا تراكمة سلبية ايه اذا نضرب انا بيجي حكين انه السكشول هو دايما تجزيد للفكر مثل القطو يعني اذا انت عامل قطو ريحته حلوية هلا بشمه انا ايه دماغي بيقلي لكان فيه نيوترينت حلوين للك بدك يهون فساعده بفوته على السيستام طبعي السكشول نفس الشي تفوته على السيستام طبعي بدي يكون ابله كسيستم هلا القصص الجسدية بس بدي يكون الشكل والطعي الشكل والمضمون اكيد هو الشكل جزء من الديدوكشنز يعني هو شو الاحمر الاحمر انه شيز هالسي يعني عندها اي جود سيركوليشن شيز فيرتايل مش ناقي دماغي بيقلي لازم انه تضبط واضعك معه فالشكل هو ديدوكشن للسيستمز اللي جوه فاذا الشكل بتعرفي مثلا تبري انا معي سيارة من بره كتير حلوة وطلعت فيها انتي وشفتي جاي وما بتدور وبتقطعنا عالطريقنا وما بتعود تطلع فيها بغشيك مثل التجارة معناتها هالأسس الصغيرة اللي عم نقول لعنها ما بتعود تنفع يعني بتنفع مرة اتنين بس انه وما بتعود تضر اذا ما صاريت اذا بدي كايك يعني اذا عم نحكي كنا عم نعطي امتي اللي بالشكل بالشعر بالضفير اذا راح شغلة منهم مش معناتها او تغيرت مش هنقول راح اذا تغيرت مش معناتها انه هالشخص راح يشوفني بشعة او راح تشوف بارتنر دوق شغلة جديدة يمكن حبها كتير وتصير واحدة من البرفرنس تبعا يعني التغيير مع الشخص صح يمكن يحب اكتر يعني يمكن انت تحطي روز يحب الروز اكتر من الروج شو بعرفتها وكمان التولرنس يعني بيخف بس ترجع تحطي روج يعني مثل الحلو اذا بتاكل كتير حلو ما بتاستطع بيطبطها اذا بتقطش شوي بترجع بتاكل بتحبيها اكتر فينا مرة عن تغيير العادات على كل حال يعني كسر الروتين نوعا ما بين الثناء فحتى على الصعيد الجسدي مهمة للبارتنر يغير تيأمله سبكترم اكبر للبارتنر طبعه يمكن يحب قصص هون هو ما معه خبره فهيدي قصد انه لا انا خلص هيك معه وذاك شو بتنا فيها ومثل ما اتفعنا هو الاهم انه الاموشنال بارت السايكولوجيكال بارت مشان هيك هون الكمبليمتز كتير مهمة اللي كمان ناقصة بكيسز اللي فيها غير كتير انه الشخص انا ياما كلاينس مثلا بقوله خيب بتكون مرته قاعدة قوله خذاك شو بتحب فيها دايما الاول جواب انه خلاص ما هي بتعرف يخي طيب هي بتعرف انا بدي يعرف مو المعروف خبرني بدك تمانتع فيه كتير طي يقوله فبلش حك براسه شو يعني حك براسه يعني ما بيعرفهم ما انت لو شاغلة بتعرفيه ايزلي دغري بتقوليه بيبلش يفكر بتصير انت تسادي انه يخيه قدمية بتعرف تربي زكية بصير قال لي اي 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 كذا بتصير تسألي سؤالات اكتر مثلا فيزيكلي بتحبها هي حطوا لعلمة سوالك صدعش انا بصير شوف المرة انه بتعمل هاك بس هيه يعني ما كان بزبط ح ولا؟ أنا بتضيب 30 أو 20 وأنا ما برضا ودايما أنا برجع بسأل البارتنر الثاني إنه قرصتنا إنتي مثلا كنتي بتعرفي هول الأسس اللي قالوا جوابها موست أوفز تايمز لأ ومبسطتي بس سمعتين بتقلك إيه بتحبي تسمعين ريباتاتيبلي أكيد فنرجع من الفطل ونظره للرجل إنه خيعمون معروف كتر هالحاكي تغزل فيها كتير يعني هولي عم نرجع لهول الأسس يعني بدنا نرجع نذكر فيهن هول الأسس مش إنه أنا بس بحبيك لأنه بتربس الفصان ملون إنه أنا بحبيك لأنه عنديك هال مبادئ هولي كلهم أو هالمواضيع أو هالمهارات اللي موجودة فيك أو هالكواليتيز الموجودين فيك ونفس الشي مين بده أكتر كومبليمات؟ الأمرأة لأنه هي أكتر اموشونال فبتعوز أكتر مثل هاي غنيت الله يرحمه ملحم بركات ما في ورده بيطلب ماء إلا هاي حلوة كتير بتحكي عن الفكرة اللي عم نحكي عنها بس نحن أوقات مثل الورد ما بيطلب ماء يعني بدنا نسمع بس ما بدنا نقول لأنه أسوأ شي بفتكر لما بتقول لشخص غزل فيه يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو ما قلت لي شي عن تيابة أو ما انتبهت أنه قصة شعراتي أو كارثة هو كارثة عند المرأة هو كارثة فاجحة يعني مش عادة صحيح مرة أنا ويكي حكيين أنه بتقول أنه بتدور نفس الريورد سيستم اللي كانت عم تاكل شوكولت أو عم تعمل سكشول ريليشنشيب وبتولدها السيروتونين هون نيور تنسميتر هل قد مهمة ولازم تعتمد أكتر يعني مثل ما بيكون في رغبة بتتجسد بها العلاقة الجنسية ومثل ما بيكون في رغبة بتتجسد أنه نحن مضالنا يكون الأكل اللي نحبه على طول هالرغبة أو هالمحبة أو كل هالأساس لازم تتجسد بكلمات نيبني ولكن سيتنا مثلا خذي الصلاة أو كادويت أو زهور صحيح مثل شو كادويت عم نذكره ايه ما أنا عم سيحكي ريمايدر إنه كايند ريمايدر يعني مثل كادو مثل شو بتفضل المرأة عادة ضروري دايمونز آر غيرلز باست فرينز يعني خاصة نتقل دوس فرد فرد فالليل إعادة مهمة لأنه مثل ما كنا عم نقول إنه حتى القديس مش بيصلي مرة وحدة وبيصير قديس بده يتذكر هالأفكار هالأفكار تولده المشاعر الجيدة هيقدر يسيطر على غرائزه وكل هالخبار طيه يصير قديس خليل لما بتوقع المشكلة يعني لما بتصير هوني عم نحكي عن نوع مثل إنه تأسيس أو تفادي للموضوع يعني إذا عنا كل هالأمور هولي مش كتير رح نقع بمشاكل بس اليوم إذا ما عرفنا نحنا كل هالقصص اللي عم نحكي عنا وقعت المشكلة شو أحسن طريقة لحل الكومبليمانات أو كلام مغمى أو شو يرجع الشخص أهم فكرة يرجع على البدايات بمرحلة اللي نغرم فيه بها المرأة أو المرأة نغرمت فيه بها الرجل لأنه هونيكي كانوا الكمبليمانات واضحين وإذا الأخطاء اللي ذكرناها الروتين الواحد التهى بشي ممكن ينسيهم فأول ودائما السؤال الحلو كتير بالسرابي أنه بس يكونوا هن مقابرين بعضون وتسأليه إنه داك كيف تعرفت عليها أو كيف تعرفتها تغير تبسموا أبداً وبتفتل بصير إنه اتنينتهم نغنشين حتى النتالي تبسميت هل أول بها المرحلة إيه كانوا يتواضحين هؤل كومبليمانترس كذلك لازم نجع نتذكرهم بالآخر وأكيد الآخر يذكرنا فيهم نحنا كمان نبني سيلف استيم طبعاً والسيلف كونفيدنس أكي سرؤوت إنه نعرف هاي دي بيسميها دانيل جولمان أكيرت سيلف أساسمانت يعني كل واحد يعرف سكيلز طابعه ويعرف الويكنس طابعه يعرف قوته وضعفه نقاط قوته ونقاط ضعفه يتفيدى نقاط الضعف حتى إشعارنا آخر تقين طورها ويستثمر بمهاراته يعني تخيلي أنت تأكدت إنه البارتنر طبعك بيحبك لأنك يري جود كومبنيكيتر وبتعرف تسير العالم وبتعرف تستقبل وتنزجي علقات وكذا سأنت بستعرفيها بتروح بتستثمر فيها بتروح بتعملي علقات جديدة بيصير هو إذا كان بتاعش بيها القدي بتزيد والعكس إذا هو مثلا هي زي جود بروفايدر أو هو هي كان دف أو بنظمك أكثر بصير يستعمل القدرة بصير يقعد ينظر يساعدك بتنظيم حياتك كمان فسأواج هذه بتقلب ضد كيف من وراء الغيرة طيب يقول زيادر أحباني يا عمي أنا ما تغيرنا أنتو اللي تغيرتو يعني هالسكيلز زيتون أو هالإشياء اللي كنت حبه نفسه بالشريك أنتو اللي حكينا عنا مرة بصير عم نذكر بصير لما يمكن الشريك بيشوفها مش لقلنا بتصير تقلب ضدنا يعني بصير يكره هالأمور بصير بيكسر لكيهم ليش لأنه هول اللي حيستدرجوا عروض أخرى يعني تنقول أنت يوري جود كومنيكايتر متل ما اتفقنا وهو تستنتج أنك أنت منيك لقلو فهالصفة اللي عندك إيها ممكن تجذب غيره مئة بالمئة فصير بدو يحرطي على أنه على أنت نفكر تلي حالك وكل اللي بتاعف تحكينه كلمتين وكل هالأخبار وهي أبشع شي بالبال يعني بالكاليتين الحلوة لدفو بهالدئتين اللي بقيين خليل بحالة الكريز يعني بالإتاندو كريز أما بالمشكل لما بيقع المشكل ومنكون نحن طافح عالبنا يعني يكون واحد أنه هالتكرار وغيره وداء خلقه والشاك وخلاص وما بقى لخلقه وكذا كيف نأخذ هايك هالركول تنقدر نرجع نحكي بكل هالأمور اللي إلنا هاليوم على الفكرة المركزية أنه بره مش أحلى من هون هاي دي فكرة كتير مهمة نتذكر لأنه ضغطي نحن بس نكون هايك بس نفكر أنه بره يعني الاحتمالات الأخرى هناك شمس شارعه والعشب ما بعرف لوين ما هو كل واحد عنده كل هالقصص تراميات والإنسكوريتي وكذا أبدا أبدا هاي أول فكرة تخلينا نروح يعني من الدلفل تحت المزراب مرسي لأنه إذا رحنا بتصير القصة أكتر كومبليكيتد يعني بصير بريابل تاني وفتنة بتريل وموخها الأخبار فأفضل شي أنه نرجع نتذكر أنه عاملين إنفاسمنت كبير بين حيث الوقت بين حيث المشاعر وكذا ونتذكر فكرة كتير أساسية أنه الإنسان هاي دي بنيورو ساينس بسموه نيورو بلاستيسيتي يعني عنده القدرة أنه يعيد تركيب دماغه هالأدل القصة لو عمره سبعين وثمانين ومثل ما ذكرنا أنه في كتير تقنيات خصوصي هاي دي الكروموسيرابي لأنه أنا بس عم بعتمدها كتير سريع عاستنا حتى بالمشاكل اللي هالأدل إياه مش ترومة يعني ما هي بتكون إنتانسيتي أخف بس دائما التروميات يعني بدك فيني أعطيك إكزامبلز الترومة بيكون مع عمره الشخص خمس سنين سبع سنين بتخليه يتفاعل مع البساطة وفيها تكون كتير بايخة قصة الهمل مثلا يمكن أنا أمي عم تعمل جوز في كيس هايك عطيتها لأختي هي لألي أنا متوقع لألي عطيوها يوم عملولي غيرها وركبت ركبت ركبت وبتصير فكر حالي أنه أنا إن شاء الله لا يعني إن شاء الله نقدر نحن نحكي ونشوف ليه فيها الغيرة ليه في هيدا الشاك نجرب نعالجه إن كان سوى من خلال هالأمور اللي ذكرناها اليوم هالنقاط اللي لازم نضوي عليها أو من خلال أنه نتوجه معلاش لحدا مختص يكون عم يعطينا هالعلاجات اللي اليوم صارت سريعة كتير يعني ما بقت مثل التحليلية بتاخده سنين وسنين وأكيد أكيد عم تأكد لنا مع البلاستيسيتي أو هالنيورو بلاستيسيتي للدماغ منقدر نتغير وأكيد منواقف المشاكل وأكيد منرجع منحب بعض نتذكر ليش نغرمنا ببعض جوازنا ببعض بالأول خليل حبشي معالج نفسي شكرا كتير لألك أهلا وسهلا فيك أكيد هالفقرات دايما متلاقوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر